يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصبح حياتي قرآن إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن مشهد يتكرر كثير جدا في مجتمعنا وفي واقعنا إن حضرتك تدخل مثلا تسأل طفل تقول له حبيبي نفسك تكون إيه؟ يقول لك نفسي أكون أستاذ جامعة نفسي أكون طبيب نفسي أكون مهندس نفسي أكون طيار نفسي أكون مدرس تقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله حاجة جميلة وحاجة رائعة وحاجة ممتازة نفرح جدا لما نجد أن الطفل يعني إيه؟ هو طموحه إنه هو يكون حاجة كويسة في المجتمع أو حاجة كبيرة يقول نفسي أكون وزير نفسي أكون رئيس جمهورية المهم بنفرح أولا لما نجد أن ده طموح الطفل أصل لكن خلوني أتكلم إن شاء الله في الحلقة دي عن مسألة الطموح صناعة الطموح بالنسبة لأطفالنا ومسألة الطموح القائم اللي موجود ده والطموح اللي موجود في واقعنا هل هو ده الطموح اللي ينبغي أن أطفالنا يعيشوا له ويعيشوا عليه ويسعوا له ويتحركوا له يعني ده سؤال هل هو ده الطموح اللي إحنا المفروض كأباء وأمهات نساعد ولادنا على أنهم ما يصلوا إليه طيب إيه الطموح اللي ينبغي أن الطفل المسلم يعيش في كنفه ده الحقيقة اللي هنتكلم عنه النهاردة فيما يخص الأطفال وخلوني أرجع للإجابة اللي عجبتنا قوي لما سمعنا أن الولد نفسه يكون أساس جامعة أو نفسه يكون طبيب أو مهندس وساعتها قلنا وإحنا فرحانين ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو اللهم بارك خلوني أقول أن هذا النوع من الطموح اللي إحنا عجبنا به ما فيش مشكلة منه بس هو مشكلته أنه طموح طموح المهنة مش طموح المهمة يعني إيه بقى طموح المهنة ويعني إيه طموح المهمة الله سبحانه وبحمده يوم خلقنا في هذه الأرض خلقنا لمهمة يعني يا ربنا أرسلنا الدنيا سواء إحنا ككبار أو سواء الأطفال إحنا أرسلنا إلى هذه الدنيا لمهمة المهمة دي باختصار أن إحنا نوحد الله سبحانه وبحمده بالعبادة تمام؟ يعني ايه؟ يعني ان احنا كل الاقوال والاعمال اللي هتصدر عننا سواء كانت الاعمال دي ظاهرة او باطنة المفروض انها تكون وفق ما يحبه الله ويرضاه ونقديها بكمال الحب لله وكمال الطاعة لله فاحنا جايين للدنيا اصلا عشان كده يعني احنا جايين عشان نوحد ربنا بالعبادة قال الله وما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون ده بيسموه اسلوب قصر وغرضه هنا او يفيد الحصر تمام واسلوب القصر لما يتم فيه استخدام النفي اللي هو ما والاستثناء اللي هو الا يفيد اعلى درجات الحصر يعني ما فيش ادنى شراكة مع المقصد او المهمة اللي احنا جايين عشان هدي اصلا تمام طيب دي كده احنا متفقين عليها وايات كثيرة بتؤكد على كده فحسبتم انما خلقناكم عبثة وانكم الان لا ترجعون هيحسبوا الانسان وايوته ركسودة طيب وايات احنا عارفينها وحفظينها وانا ما اضفتش لشريف علم حضراتك جديد في كلامي ده لكن السؤال بقى المهم هذه المهمة اللي المفروض احنا عاشل لها احنا يعني مساحة انشغلنا بها قد ايه المساحة اللي بتاخدها من وقتنا ومن فكرنا ومن جهدنا ومن اموالنا قد ايه هي دي الفكرة مش الفكرة بس ان احنا الكلام ده يكون موجود لا الفكرة ان احنا مساحة انشغلنا بيه مساحة وجوده في حياتنا قد ايه تمام فكلنا عارفين ان احنا خلقنا للعبادة وان احنا جايين الدنيا دي لاداء المهمة دي لكن لما نيجي بقى نحط الكلام ده على المحك نحطه في الميزان احنا فين من الكلام ده انا دلوقتي كمسلم او كانسان اتيت الى الارض عندي حلم كبير اوي اسمه ان انا احقق العبودية لله عندي حلم كبير اوي ان انا اعيش هذه الحياة وفق ما يحبه الله ويرضاه عندي حلم كبير اوي ان انا كون زي ما ربنا وصاني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين حلمي ان انا اكون الشخص اللي ربنا يحب ويرضاه حلمي ان انا اكون الانسان اللي هو هيعيش الحياة وفق مراد الله سبحانه وبحمده حلم إن أنا أترقى كمان في مراتب العبودية دي من مرتبة لمرتبة لمرتبة فأصل لأعلى المراتب المفروض إن ده حلم كل مسلم وطموح كل مسلم الطفل هو إنسان مسلم ده إحنا قلنا أصلا هو مسلم بالفطرة أصلا فالطبيعي إن كل طموح اللي هو طموح المهمة اللي هو ده ده الطموح الأساسي تمام طيب وفي طموح تاني اللي هو طموح المهنة إيبقى المهنة المهنة إن في عندنا طبيب وفي مهندس وفي مدرس وفي مزارع وفي سائق وفي كلها مهن جميلة ومهن شريفة طالما المهن المشروعة كلها مهن جميلة وشريفة ما فيهاش مشكلة ايه وظيفة المهنة؟ وظيفة المهنة خدمة المهم وظيفة المهنة خدمة الايه؟ المهم احنا عندنا مشكلة الحقيقة يعني حضرة بقوة في واقعنا ان للأسف الشديد احنا طموحاتنا كلها متعلقة بالمهنة وكل اللي شغلنا المهنة ومجهوداتنا وكل ما يتعلق يعني بحركتنا وحتى سكناتنا متعلقة بالمهنة طيب المهمة المشكلة الاية تقلبت فاصبحت المهمة في خدمة المهنة يعني احنا امتى نلجأ الى الله وامتى نحرص نكون صالحين وامتى كذا لما يكون مثلا في امتحانات لما يكون في قرار مصيري مثلا في شغل لما يكون كذا هو ده جميل ان الانسان يلجأ الى الله يعني ما يلجأش لغير الله مثلا يعني من انداد او شركاء بس هي الفكرة كلها ان الموضوع بدأ مع الوقت ان تبقى المهمة في خدمة المهنة يعني الان اتحكست اصلا المفروض ان المهنة دي في خدمة المهمة مفروض ان انا شغلانتي اللي انا باشتغلها او وظيفة اللي انا ربنا رزقني اياها انا بستعملها في خدمة الايه في خدمة المهمة دي مثلا واحد بيستعمل المهارات اللي ربنا ادهاله بيستعمل المهنة اللي ربنا ادهاله اذا كان حصل منها مال اذا حصل منها احتكاك بالناس مثلا وخدمة ليهم فكل ده يكون في خدمة يعني حتى لو في خدمة المهم لو لم يكن حتى إلا أن المهنة دي بتكفيه من المال اللي هو يتمكن من خلاله من القيام بمهمته ده كويس جدا لو ما يكن من المهنة دي إلا أنها بتخليه لا يضيع من يعول ده كويس جدا النبي قال كفى بالمرئ إثما أن يضيع من يعول فالحقيقة المفروض أن المهنة دايما تكون في خدمة المهم لكن الواقع بتاعنا بيحكي غير كده بيحكي أن المهمة هي اللي في خدمة المهنة لا في واقع اسوأ بكتير الحقيقة ان تصبح يعني المهمة مهنة يعني ايه المهمة مهنة يعني انا مهمتي ان انا اعبد ربنا واعبد الناس لربنا يعني دي مهمتي في الحياة لا مع الوقت بقى تبقى مهنة تبقى سبوبة يبقى الانسان مثلا ايه هو بيتكسب منها بيتربح منها خلاص يعني بقى لأسف يعني زي ما بنجد مثلا في بعض الصور يعني اللي مش يعني مش كويسة من مثلا من معلم الكرآن او من ائمة المساجد او من ناس اللي بتستخدم الدين للأسف الشديد لتحقيق مقارب شخصية فهو هنا المهمة اللي هو ان هو يعبد ربنا هو يعبد الناس لربنا صارت مهنة تحولت لمهنة اصلا فامتهن المهمة للأسف الشديد فصارت مهنة هو بقى بيتعامل معها زي ما بتعامل مع المهنة يعني ايه يعني طب احنا كويس جدا ان احنا نقدي الاداء الدعوي بتاعنا او الاداء التعليمي بتاعنا في خدمة الدين نقديه بقواعد المهنة يعني ايه يعني يكون عندنا موعيد سبتا نحفظ عليها ان احنا فعلا ما نفرطش فيه نهتم به صح كويس جدا انما بقى ما تبقاش الحاجات السيئة اللي في المهنة اللي هي ايه اللي هو على قد فلوسكم هتدوني كذا هشتغل كذا ما تبقاش الحاجات السيئة اللي هو بقى الصراع والتنافس والدنيا والكلام من ده انما لا بأس ان المهنة احنا نقديها عزرا المهمة احنا نقديها بقواعد المهنة اللي هتخدمها من ناحية الانضباط ومن ناحية جودة الاداء ومن ناحية تقييم الاداء ده كويس جدا وجميل جدا انما المشكلة الاكبر ان احنا يعني الكلام ده يبقى هو بقى ايه يعني هدفنا وفكرنا وكل همنا ازاي نحصل من الاموال ونحصل من الجاه ومن المنصب ومن غيرها طيب معلش انا بحرر النقطة دي وبحاول ان انا اقف على ارض صلبة فيها ليه لان فهمنا لها بشكل جيد هيساعدنا على ان احنا نغرسها في اولادنا بشكل جيد تمام يعني ايه يعني ببساطة النهاردة لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا هنجد طموحات اولادنا متعلقة بالمهنة مش بالمهمة دي اول حاجة طيب لما نيجي نبص على الطموحات المتعلقة بالمهنة دي هنجد ان احيانا تتعلق بمهنة محرمة يعني يقول مثلا انا نفسي اكون مغني انا نفسي اكون ممثل انا نفسي اكون كذا طب ما دي مشكلة يعني انه تتعلق اصلا بايه بمهنة محرمة اصلا او حتى احيانا لو مش بمهنة محرمة مثلا لو مثلا فيها كلام ولا كلام حاجة تفهى يعني معلش انا مع تمام احترامي ومع تقديري يعني لبعض الناس الفضلاء اللي ربما يكونوا في المجال ده بس مثلا ما ينفعش يكون حلم ابني يكون لعيب كورة ما ينفعش يكون حلم ابني يكون سباح يعني انا مش شايف دي هواء يا رياضة مش عارف ايه ايه مارسها بدوابطها الشرعية بس ما ينفعش يكون حلم ابني كده اصلا يعني ده ما ينفعش يكون حلم الولد لا للأسف الشديد اصبح الحلم في حاجة محرمة تحريم صرف او حاجة محرمة او يحف بها شوية محرمات خلاص اصبح طموح اولادنا زي ما قلنا متعلق مثلا بمهن معينة انه هو المهن دي لو محققهاش هو فشل في الحياة هو ولذلك بيحصل له مشاكل كتير جدا لما هو مثلا احنا رسمنا له طريق ان يكون طبيب او يكون مهندس او يكون مدرس او يكون غيرها وهو ما وصلش للطريق ده بيصبح بطاطه يكون مضغوط نفسيا اصلا منذ الصغر انه هو يحقق الطموح ده طيب هو طموح المهنة ده في مشكلة لا مفيه مشكلة بس المشكلة الاكبر انه يتنسى طموح المهمة اصلا ان الولد ما يفهمش ان المهنة دي في خدمة المهمة وانه هو طموحه الاساسي انه هو يحقق المهمة اللي ربنا عز جل خلقه عشانها طموحه الاساسي انه هو يكون رباني طموحه الاساسي انه هو يكون من خيركم طموحه الأساسي أنه هو يكون عبد لله على الحقيقة ده للأسف الشديد يعني إحنا مش بنهتم بيه أو فيما يتعلق بأولادنا وكل واحد فينا يعني أنا نبهت الأباء والأمهات للقضية دي وأنا بنبه نفسي وبنبهكم تاني يا جماعة بلاش أن أولادنا يبقوا معراج أو طريق إحنا من خلاله وبنحقق مقاربنا إحنا مش مقاربهم هم يعني إحنا بنبقى عايزين نعمل اللي إحنا عايزينه مش اللي هم عايزينه واحد عايز مثلا مهندس يفتخر به أو طبيب يفتخر به أو عايز مش عارف ولد يرفع رأسه ما بين الناس مش لازم يكون هو ده الخير ليه هو مش لازم يكون ده الأفضل ليه هو أولادنا مش سلع يعني أولادنا مش سلع ده دي أمانات ربنا عز وجل يعني أعطانا إياها وصانا إن الأمانات دي إحنا المفروض نرعاها ونقوم على رعايتها علشان نعبدها لله عز وجل ونعينها على طاعة الله سبحانه بحمده عشان تكون يعني إن شاء الله ربنا عامين تكون سبب في دخلنا الجنة وتقربنا من ربنا فلذلك يعني أنا يعني بوصي نفسي وإياكم بقضية الطموح دي نحن نخلي طموح أولادنا فيما يتعلق بالمهمة الطموح بقى الكرآني يعني دلوقتي بكلم عن الطموح العام خلاص اللي هو يتعلق بالإيه بالمهنة ولا بالمهمة يعني مثلا خلينا أضرب لحضراتكم مثال قبل ما كلم عن الطموح الكرآني وهو واحد من الصحابة اسمه ربيعة ابن كعب الأسلامي شاب هو فقير وشاب عادي ليه أحلام وليه طموحاته فهو كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو رأى إن في خدمته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو كده بيقرب من ربنا وبيقرب من التحقيق اللي ربنا عز وجل يريده منه وفي نفس الوقت احتكاكه بسيد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه كتير هيتربى من خلاله على الدين المهم هو اختار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إنه يكرمه فجاء في مرة من المرات قال له سألني يا ربيعة طيب معلش يعني هنسيب دلوقتي كده سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلامي ونحط حضرتك أو حضرتك أو أو ابني أو ابنك أو بنتي أو بنتك ونحطه في المقام ده اسأل يلا نفسك في ايه ايه طموحك وانا فعلا بسأل السؤال ده للسادة المشاهدين والمشاهدات بسأل الكلام ده لأولادنا والبنتنا انت دلوقتي لو تقال لك يا الله سألني نفسك في ايه هتقول ايه سبحان الله ربيعة ابن كعب الأسلامي أجاب إجابة يعني أنا كنت متخيل إنه هو يقول ايه هو شاب ما عندهش بيت يسكنه ادعي لي ربنا يكون عندي بيت ادعي لي ربنا يكون عندي شغلانة بتدر ربح ادعي لي ربنا ان انا اتجوز واحدة كويسة ادعي لي ربنا ان كل ده برضو كلام مش حرام وفوش مشكلة بس يشوفوا هم همتهم منصرفة لإيه بالأساس يعني ايه اللي شغلهم هم يعلموا ان الأمور دي ربنا كفاهم إياها وما مشغولين بالحلم الأكبر بالأمر اللي أهم من كده فسيدنا ربيع ابن كعب الأسلامي يعني أنا برضو يعني من الحاجات اللي استوقفتني انه هو ما عادش يفكر وقت طويل ما قالوش تبسيبنا 4-5 أيام احسبها واخد رأي ده ورأي ده ورأي ده ليه لأنه هو حلمه واضح قدام عين وطموحه حاضر قدام عين فقال اسألك مرافقتك في الجنة يا الله شوف الهمة يعني هو مش بس عايز الجنة هو عايز مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني شوف هو يعني دماغه ازاي وطموحه ازاي وحلمه ازاي شوف الاحلام والطموحات اللي كانت الصحابة عايشين عليه سيدنا ربعي ابن عامر لما وقف أمام رستم فهو بيسأله من أنتم يعني هو المفروض سيدنا ربعي ابن عامر النهاردة هيعرف نفسه أنا توقعت برضو انه هو يقول ايه أنا ربعي ابن عامر ابن خراش ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيل كذا وانت ما تعرفناش واحنا عملنا واحنا عملنا ومعايا الشهادات الفلانية وحاصل على كذا هو شخصه يعني دي نقطة المهمة بقى انه هو شخص ذاب في مهمته شخص ذاب في مهمته يعني مهمته اللي هو جاي عشان هالدنيا اللي هو دلوقتي بقى تحضره قدام عينه نسي نفسه وبقى بيعرف نفسه بمهمته فقال له نحن قوم ابتعثنا الله هو مدرك للقضيدي ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة يعني شوف ازاي حاضر قدام عينهم هم مين وجايين ليه والمفروض يعملوا ايه حاضر ما بين عينه طموحه حاضر ما بين عينه ما ينبغى ان يكون عليه فده مثال مثلا سيدنا عمير بن الحمام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والأرض فسيدنا عمير بن الحمام هو بيحب الجنة هو ويشتاقل الجنة وحلم الجنة لكن لما سمع هذه الصفة للجنة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض بخم بخ يعني كل ما بتتقلنها يعني متعجد يعني ما شاء الله كل ده فقال ما حملك على قول بخ قال رجاء نكون من أهلها يا رسول الله فقال فأنت من أهله فسيدنا يعني عمير قعد كده وكان في إيده تمرات بيأكل التمرات دي وبعدين قال لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ورمى التمرات دي وقام يقاتل حتى يعني أكرمه الله بالشهاد فالشاهد دلح المهم واضح قدام عينهم عارفين هم عايزين إيه بالضبط سيدنا أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ويكلمهم هي يقول لهم إن من أنفق زوجيني في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان لهم النبي بيقول لهم إن الإنسان لما في باب من الأبواب يكثر من النفقة فيه ويضاعف النفقة فيه والبذل فيه فيكون من أهل يوم القيامة والباب ده يدعو يوم القيامة فاللي يكثر من الصلاة ويضاعف الجهد في الصلاة يجي يوم القيامة باب الصلاة ينادي عليه المهم فالصحابة بيسمعوا لكن سيدنا أبو بكر همته في علم تاني خالص يعني فقال يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل تلك الأبواب يعني وشوف طموحه وشوف حلمه في حد هيدعم الأبواب دي كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ليه ما كانش بالكلام برضو لأنه كان حريص دايما إن كل باب من أبواب المكرمات هو يكون ليه يضرب فيه بسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي قال فيه من أصبح منكم اليوم مصائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من أطعمكم اليوم مسكنا قال أبو بكر أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسأل الحاجة يجي تسيدنا أبو بكر يعني قام بها شوف ازاي مع يعني كونه يعني هذا الرجل يعني الجليل القدر رفيع الشأن وبرضه مش مهم للحاجات دي لانه يعني هو في سباق الى الله يعني هم فهموا ان الحياة سباق وان انت دلوقتي ما بينك تختار يا اما طموح المهنة اما طموح المهمة يعني هو كان تاجر عظيم وهذا وتاجر له يعني مكاناته بين الناس لكن كان مهتم جدا بالمهمة والمهنة ما كانتش ضايعة يعني ما بضعش يا جماعة ببساطة شديدة جدا لو احنا عايشنا ولادنا على طموح المهمة ما تقلقوش على المهنة والله يعني لو اعتنينا بالايمان ما تقلقوش على العمران يعني لو الولد فعلا عايش للمهمة دي ويدي النقطة معلش يا انا ما احترام احنا النهاردة لما الواحد فينا هيموت وكان ابنه مثلا رئيس جمهورية او كان ابنه واحد يعني من الناس اللي هي لها مكانة عليه في الدنيا طيب هو هيستفيد ايه يعني النهاردة انا متهو وابني كان رئيس رؤساء العالم إلا أنا هستفيدوا منه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلو واحد بقى عنده الولد الصالح اللي يدعو له ده وهو كان بالنسباله كان ينفق عليه باب أنه يكون صدقة جارية له بعد موته وكان بيعلمه عشان يكون صدقة جارية له بعد موته ويكون عنده علم ينتفع به فده أصلا كده المفروض أنه عنده إيه يعني عنده التلاتة فأولد صالح يدعو له يعني هي دي الفكرة ولد صالح يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بمذاك فيقال باستغفال ولدك الصالح لك فهي دي الأضية كلها بل الواقع بيشهد أن النهاردة أنا يعني الأباء والأمهات هو ممكن مثلا لما ابنه ربنا يفتح عليه وسه عليه وينشغل لا يكاد يرى أصلا يعني لا يكاد يرى هيستفيد منه إيه إلا صلاحه يعني بالنسبة لأمور الدنيا يعني إحنا لازم برضه نفكر كويس المهنة دي مهمة وعظيمة وأنا بقولش بإهمالها إطلاقا بالعكس الواحد بيشوف الواقع أن اللي عنده عناية بالمهمة هيكون عنده عناية بالمهنة لأن المهمة دي هتضبط المهنة صحيح والله يعني هو لما يكون طالب ويعلم أنه هو دلوقتي بيتعبد إلى الله بمذكرته واهتمامه بيها وبقى فيه وازع تاني بقى فيه دافع تاني أهم من أبوه وأمه ومستقبله والناس ومش الناس أهم من الكلام ده كله ده ميدان هو بيتعبد فيه لله سبحانه وبحمده يبقى عارف أن فيه محراب النسك والصلاة وفيه محراب الحياة يعني أنا في رأيي أن الإنسان مش هينجح النجاح المنشود في محراب النسك في محراب الحياة إلا لما ينجح النجاح المنشود في محراب النسك والصلاة هتقول لي بس الكفار نجح ودي سنن أرضية ما فيش مشكلة ما هو يعني هو دلوقتي ممكن يحقق العلو في الأرض بس في الآخرة إيه هو ممكن دلوقتي يحقق الكلام بس هو هل ده النموذج المتزن اللي احنا نريده هل ده اللي احنا نريده لأولادنا في الأخير نريد لأولاد ان هم يكونوا كده في الدنيا ويكونوا في الاخرة نسأل الله العافية في امر اخر فهي دي القضية يعني اللي اقصده ببساطة ان عندنا النهاردة في طموح المهمة وفي طموح المهنة احنا عايزين اهتم بطموح المهمة عايزين ولادنا يكونوا فاهمين هم جايين ليه عايزينهم يعيشوا حلمهم هم نفسهم في وجودهم في الحياة دي عايزينهم يكونوا مدركين مثلا يعني دايما عندنا في المتدبر نقول للمعلمات ان لازم ولادنا يفهموا ان الجنة هي وطنة الجنة هي وطنة ان هو يكون حلمه انه يرجع وطنه تاني ومش يرجع وطنه خلاص يرجع وطنه ده في اعلى المنازل اي واحد النهاردة اغترب مضطرا يعني راح مكان مضطرا هاجر اليه بيختبر فيه مثلا طالب مثلا راح دولة هو الدولة دي بيختبر فيها اللغات مثلا يحصل على الماجستير او الدكتوراه او حتى لو عنده حاجة بصدكتور هو هياخدها ويرجع بلده تاني هو همه يرجع وطنه بس يرجع وطنه في اعلى المنازل علم ولادنا ان الجنة هي وطن تمام ده وطنة الحقيقي وإحنا حلمنا ازاي نرجع لوطنة تاني ومش بس نرجع لوطنة نرجع لوطنة في الفردوس الأعلى في أعلى المنازق يبقى ده حلم حاضر للولد ويفهم انه مش قدر يصل للحلم ده إلا لما يحقق العبودية لله سبحانه وبحمده بمفهومها الشامل الكامل إلا لما يكون فعلا الإنسان الذي يحبه الله ويرضاه الإنسان الذي يريده الله يعني خلوا ده طموحهم احنا عندنا ثغرات كتير قوي لازم نسدها يعني فيه ثغرات كتير قوي حصلة في الواقع لازم تتسد يعني ما ينفعش ان احنا نسيب الثغرات دي كده ثغرات كتير متعلقة بدنا متعلقة بالإيمان لازم تتسد ويكون ناس وقفين على الثغرات دي يكونوا بيحموا فعلا بيحموا إيمان الناس وبيحموا دين الناس وبيقيموا شريعة الله عز وجل في الأرض في أنفسهم وفي غيره طيب ده لطموح بصورة عامة عايز اتكلم عن الطموح الكرآني الطموح الكرآني يعني ايه الطموح الكرآني للأسف الشديد أغلب بقى ما يتعلق بالطموح الكرآني في وقائنا أو فيما يتعلق بأولادنا بتجد انه هم ايه يعني ركزنا على الطموح بتاع المهنة بس يعني ايه يعني هو مثلا مهتم من ابنه ايه يقرأ ومثلا ويجود ويحفظ عشان خطر بقى يبقى محفظ أو يبقى معلم وخلاص لا احنا عايزين الطموح الكرآني الذي يريده الله يعني دلوقتي لازم انا يكون حاضر ما بين عيني انا انا نفسي كأب الطفل ده لما يخش عالم الكرآن هو ايه الطموح بتاعه ايه المهمة مهمة المسلم فيما يتعلق بكتاب الله ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة وصفته في صحيح مسلم قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكرآن يعني النبي بدأ مع الكرآن رحلة تخلق رحلة تخلق يعني ايه تخلق دي؟ يعني كان بيعمل بكرآن؟ لا دي حاجة فوق لعمل بكرآن ازاي؟ لان الخلق على كلام الموردي والرازي وغيرهما الخلق ده بيبقى هيئة ملازمة للنفس تصدر عن إنسان بلا تكلف يعني هيئة ملازمة للنفس يعني الإنسان في الخلق هو بيبقى عنده حاجة بيعملها على السجية تمام؟ وتصدر عنه بلا تكلف وتصدر عنه بلا ايه؟ بلا تكلف ازاي يعني؟ يعني هو مثلا دلوقتي لو أنا برفع إيدي كده أو أنزلها أنا أجد صعوبة في كده ما جدش صعوبة يعني بعض العلماء يقول ايه؟ يصير الأمر كالخلقة فيه كالخلقة فيه يعني هو خلقة في الإنسان يرفع إيدي وينزلها فالخلق ده حاجة بتصدر على الإنسان على السجية ما بيتكلفش أو يتعب عشان يعملها وفي نفس الوقت هو بيدوم عليها مش مرة وخلاص فسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم ما تينزل مثلا عليه آية بتتكلم عن الخشوع أو بتتكلم عن الإنفاق أو بتتكلم عن الإخبات ما كانش يعملها مرة ويبطل لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها حتى تصير له عادة صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لا جاowanie والحديث صحيح على شيخ الألبان فالشاهد ان مثلا اولادنا لازم يدركوا ان احنا عايزين نكون في التعامل مع الكرآن زي سيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشخصي هو كان بيتخلق بالكرآن يعني كان اكمل الناس عملا بالكرآن نشوف ربنا يريد مننا ايه يعني ربنا قالوا لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني ايه يعني المفروض اللي يخرج من عملية التعليم الكرآني يكون رباني مين الرباني ده ابن القيم نقل اجماع السلف على انه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ولذلك عايزين ولادنا الحق ده الكرآن ده حق الحق عايزين ولادنا يعرفوا الكرآن يفهموا كويس وعايزينهم يعملوا بيه وعايزينهم كمان يعلموا اللي احنا بقول عليهم اهل الكرآن من الدرجة الاولى للنبي وصفهم منهم خيركم خيركم من تعلم الكرآن وعلمه فالطموح الكرآني والطموح فيما يتعلق بالكرآن احنا عايزين طموحي وؤلدنا ما يبقاش طموح مهنة عايزونه يكون طموح مهمة انه هو دلوقتي انسان هيعمل ايه؟ هيحمل امانة الكرآن يعني ربنا عزاجل حمل امانة الكتاب لليهود ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها حملهم الامانة دي لكن للأسف الشديد قال ثم لم يحملوها طب ليه ثم لم يحملوها؟ لأنهم حملوا أمانة المباني وتركوا المعاني تركوا المعاني من ناحية الفهم من ناحية التدبر من ناحية العمل فهم حملوها على هواهم مش على مراد مولاه فإحنا برضو حملنا أمانة الكرآن يعني فعلا أنا دايما نقول لازم طفلنا النهاردة يكون حس أنه مسؤول عن الكرآن ده أنه حامل لأمانته لازم يكون حامل للكرآن حامل لمعانيه وحامل لمبانيه يعيش الحلم ده إنه هو لو صح التعبير يورينا نسخة منظورة من الكرآن الكريم يبقى الحلم ده حاضر قدام عينيه أصلا ما يبقاش مجرد كلام وخلاص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشايبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل الكرآن يعني هذا الذي يحمل هذه المهمة العظيمة يستحق الإجلال ليه؟ لما يكون حامل للكرآن بس بالشرطين النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم قال غير الغال فيه ولا الجافع عنه يعني غير الغال فيه على معنيين اللي هو بيغالي في فهمه يفهمه على غير حقيقته بغلوه تمام؟ زي ما بيحصل مع الخوارج أو المتطرفين أو غيرهم أو يغالي في العناية بمبانيه على حساب معانيه وده معنى ذكره الإمام بن كثير رحمة الله عليه في فضاء الكرآن طيب الجافع عن المناوي وغيره قالوا التارك للعمل به فلو الشرط دي توفرت يبقى ده حامل لهذه الأمانة العظيمة يستحق الإجلال ويستحق التقدير تمام؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بكده طيب كيف سيكون مقامه عند الله؟ لما نشوف الفضائل ونشوف البركات اللي ربنا أعدها لحملة الكرآن ولأهل الكرآن ولأصحاب الكرآن ولحفظة الكرآن على المعنى الشامل للرواية والدراية والرعاية والمؤمنين بالكرآن أنا أعرف أن ده فعلا يعني طموح يستحق أن أولادنا يعيشوا عشان أنه هو أمر يستحق أن نفسنا ننفق من أموالنا وننفق من جهدنا وننفق من أفكارنا عشان يكون أولادنا كده ويكون فعلا طموح حقيقي يا جماعة ما يكونش طموح أنا آسف في الله سمحوني مزيف يعني مزيف نقول له حبيبي شد حيلك إن شاء الله عشان أول ما تحفظ الكرآن هكتكون من أهل الكرآن طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الصح مسلم يعني يأتي الكرآن ويام القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا والإمام بن القيم يقول في زاد المعاد وأهل الكرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب وأما من حافظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن قام حروفه وقام تسه طيب ما إحنا كده إحنا يعني ده طموح مزيف هو مش هم دول أهل الكرآن بس طموح قاصر إحنا هو لازم يفهم أن أهل الكرآن وما المعتنين بالمعاني كده يخش درجة منهم بعد كده يعتني بالمباني يخش درجة فوقها كمان وبعد كده يعتني بالتعليم يخش خيروكم من تعلم الكرآن وعلمه وشيخ السلام تيمية قال ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيروكم من تعلم الكرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعليم معانيه والمقصود الأول بتعليم حروفه هو الذي يزيد الإيمان ونفس الكلام عن الإيمان بن قيم رحمه الله وعن غيرهما إن برضو لازم نفهم أن الخيرية دي مش بمجرد العناية بالمباني بس فأقصد أن إحنا لما هنصنع له طموح قرآني إحنا ما هنصنعهش من عندنا الطموح ده هو الذي أراده ربنا جل جل له تقدسة أسماء الذي وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه الصحابة الكرام الطموح ده يبقى أنا طموح النهار ده حلمي حلم النبني يكون من أهل الكرآن على الحقيقة حلم النبني يكون من حملة الكرآن على الحقيقة يكون من أصحاب الكرآن على الحقيقة حلم النبني يكون رباني يكون هذا الشخص الرباني اللي في المواصفات دي ربنا سبحانه وبحمده لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة النجم قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لما نتأمل في مطلع سورة النجم نجد ربنا وصف المتعلم الكرآن الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمعلم الكرآن الأول وهو جبريل صلى الله عليه وسلم ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإيه قال ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح وصفوا بعد كده قال ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى هذه خمس أوصاف للحلم اللي احنا عايزينه للطموح اللي احنا عايزينه لولادنا ما ظل صاحبكم قوة علمية كاملة ده معرفة الحق وما غوى قوة عملية كاملة والعمل به وما ينطق عن الهوى دي قوة سلوكية وبلغية وتعليمية كاملة خلاص ويعلمه ليه السبب علمه شديد القوى يعني ده المنتج اللي مفروض يخرج من عملية التعليم الكرآني لو صح التعبير تمام فيه كمان استقامة الظاهر ما زاغ البصر وما طغى إن ده أهم شيء في الظاهر واستقامة الباطن ما كذب الفؤاد ما رأى تمام فلو الخمس مواصفات دي موجودة في ابني أنا أقدر فعلا نقيم فعلا هل الطموح الكرآني ده ماشي صح ولا ماشي صح هل فعلا أنا بحقق المفروض اللي أنا حققه ولا لأ هل أنا ماشي في الطريق اللي ينبغي أنه نمشي فيه ولا مش ماشي فيه هو ده اللي نقصده بإيه بطموح الطموح الكرآني صناعة الطموح الكرآني إنه هو يكون مصدره مصدره سامحوني يعني إحنا أصلا في الطموح الكرآني مصدر طموحنا لأولادنا وطموحنا لأولاد المسلمين منين؟ من أرأنا إحنا أو سامحوني مما توارثناه عن بعض الناس فأصبح أنا حلمي إلا أنا شايفه إنه ينبغي يكون حلمي أو إلا أنا توارثته من البيئة اللي أنا فيها فصار حلمه بس نواة يبقى حفظ الكرآني تمام ده حلم جميل وعظيم وحاجة كويسة بس هل هو ده بس الحلم؟ هل هو ده الطموح؟ صار حلمه بس نواة يجود ولا ياخد؟ يعني بس ده لا يعني ما إحنا لازم نشوف بقى المفروض يكون طموحنا إيه فيما يتعلق بالكرآني أنا دائما بحكي قصة كده بسميها قصة طموح كرآني عن واحد من التابعين أو من كبار التابعين هو يعني أدرك كثير من الصحابة وهو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي يعني الذهب بيذكر في معرفة القراء الكبار أنه جلس لإقراء الكرآن أربعين سنة في مسجد الكوفة وخرج أجيال كبيرة جدا يعني لكم أن تعلموا مثلا أن أبو عبد الرحمن السلمي أسانيد القراءات المشتهرة عندنا يعني تقريبا في أغلبها يعني أبو عبد الرحمن السلمي في أغلب أسانيد القراءات دي أصلا تمام؟ لأنه هو يعني تربى على إيد سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا زيد وسيدنا أبي وسيدنا بن مسعود تمام؟ وباقي كده سيدنا أبو موسى الأشعال وسيدنا أبو الدرداء دولة تنتهي لهم أسانيد القراءات كلها أصلا المهم فالشاهد أن سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب هو يعني كان عنده طموح زي أو زي أي حد يعني هو نجح إزاي في بناء الطموح بتاعه وصناعة الطموح الكرآني أبو عبد الرحمن السلمي هو راوي حديث خيركم من تعلم الكرآن وعلمه وفي رواية في صاحب بخاري إن أفضلكم من تعلم الكرآن وعلمه هو راوي عن سيدنا عثمان بن عفان سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي حديث زي كده لما هيشوفه هو خلاص صنع له طموحه اللي هو عايزه مش أنا نفسي إيه؟ يعني إحنا نفسنا إيه بالنسبة لأولادنا؟ مش إنه يكون إن أفضلكم إن يكونوا من أفضل الناس يكونوا من خير الناس خلاص أتمو الطريق واضحه خيركم إن أفضلكم مين؟ من تعلم الكرآن وعلمه إذن طيب من تعلم الكرآن وعلمه دي تتعمل إزاي؟ يعني من تعلم إيه يا طرى؟ يا طرى من تعلم المباني وعلمها؟ ولا من تعلم المباني والمعاني وعلم المباني والمعاني؟ بس مش لازم يعمل دول هما الأزمتين اللي بيكتنفوا الحديث ده في وقعنا يعني في فهمه يعني والتعامل معاه طب يا طرى إيه؟ سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي في الحقيقة هو سلك سبيل سهل جد عمل إيه؟ بس قالتب خلاص مش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين طيب إحنا نروح نشوف الصحابة نشوف إزاي هم يتعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم زيهم تمام؟ ونسلك السبيل اللي هما سلكوه والطريق اللي هما انتهجوه تمام كده؟ طيب وده طبيعي جدا لو واحد عايز يحقق نص أو يتخلق بنص أو عايز يكون من أهل النص ده فأقصر الطرق إنه يشوف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمام؟ ويعمل زيهم وكده بقى خلاص سلك سبيلهم فأبو عبد الرحمن السلمي لما راح يشوف الصحابة كانوا بيتعلموا ازاي وبيعلموا ازاي فوجد إنهما بيتعلموا بمنهجية العلم والعمل يعني بيقول أخبارنا من كان يقرئنا الكرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا وفي رواية فتعلمنا الكرآن والعمل جميعا وفي رواية فتعلمنا الكرآن والعلم والعمل جميعا تمام كده فهو سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي عرف ان الصحابة كانوا بتعلموا كده طيب فبناء عليه هو نفسه تعلم معهم بالمنهجية دي لدرجة حتى انه انكر على ما بيعملش كده قال ثم يأتي من بعده اقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوزوا حناجرهم تمام والشيخ الحويني حفظه الله كان تعليقا على الحتة دي كان بيقول اللي هما اللي بيعتنوا بالمباني خلاص شرحي اللي بيعتنوا بالمباني تمام وبيهملوا يعني هو بيهتم بالالفاظ بس وبيهمل المعاني تمام يشربونه وشربونه ودول يعني وصف النبي وصف بيه الخوارج أصلا تمام المهم ان ابو عبد الرحمن السلمي هو عرف الصحابة اتعاملوا مع الكرآن ازاي وازاي وصلوا لخيركم دي وعرف ان خيركم دي هو محتاج ثلاث حاجات محتاج انه يتعلم المعاني وبعدين يعمل بالمعاني خلاص وبعدين يتعلم المباني وبعدين يعلم المعاني والمباني عشان يبقى رباني او يبقى خيرك هو عرف ان ده الطموح وده الحلم فعمل ايه زي للأسف الشديد ما كتير مننا النهاردة بيعرف الكلام ده ويلقيه جانبا لا هو سيدنا ابو عبد الرحمن السلم يخد خطوات جدة فعلا فعلا في طريق التحقق بالكلام ده فهو فعلا بدأ يتعلم كده وبدأ كمان بقى يعلم كده يعني كتير من اللي تعلمه على ايد سيدنا ابو عبد الرحمن السلم كان يقوله مثلا الواحد لما يتعلم معه كرآن يضع يده على رأسه فيقول يا هذا لقد اخذت بعلم الله فما ارى احدا خيرا منك ان عملت بالذي علمت فسيدنا ابو عبد الرحمن السلم نجح هذا النجاح من قطع النظير الحياف وقعه وبذل مجهود كبير ونجح ان يكون هذه الصورة العظيمة خلاص لكم ان تعلموا في نهاية القصة ان سيدنا ابو عبد الرحمن السلم كان اعمى كان لا يرى اصلا يعني كان اعمى البصر لكنه لم يكن اعمى البصيرة كان في الحقيقة لا يرى يعني مع الظروف دي كلها مع الملابسات دي كلها ودائما منعوش او ما حالش بينه وبين ان هو يحقق حلمه وان هو يصل لطموحه علشان كده يعني ده اللي احنا عايزين نقوله اللي احنا عايزين نوصله ان احنا النهاردة اولادنا لازم طموحهم يتبنى كده يعني انت النهاردة عايز ايه لابنك اكتر من خيركم عايز ده ايه اكتر من ان افضلكم يعني هي دي الفكرة حتى امكان احنا عندنا كتابس ومدارس العلم والعمل لأهل الكرآن من الصحابة والتابعين عملنا فيه فصل كده قصير لابو عبد الرحمن السلمي علشان اللي يريد ان ينسج على منوال هؤلاء الاكابر ينسج على منوال سيدنا ابن عباس على منوال سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليهم اجمعين ويسلك هذا السبيل في صناعة الطموح الكرآني طيب النهاردة بنقول طموح المهنة المهنة وطموح المهمة وبنقول ان طموح المهنة مش عايزين نقاف عنده لا احنا عايزين نتجاوز الامر لطموح المهمة بصورة عامة قلنا بقى ان احنا كمان عايزين المهنة تكون في خدمة المهمة مش العكس مش المهمة في خدمة المهنة قلنا برضو ان احنا عايزين في الطموح الكرآني بقى ان الطموحنا فيما يتعلق بالتعامل مع الكرآن وفي تعليم اولادنا الكرآن يعني يكون ما أراده الرحمن سبحانه وبحمد تمام؟ طيب بقي أننا أشير لمسألة مهمة جدا وهي يعني إيه ومين اللي بيشكل طموح أولادنا النهاردة؟ يعني إيه ومين اللي بيشكل طموح أولادنا النهاردة؟ يعني أنا بليجي نبص على الواقع بتاعنا هنجد للأسف الشديد أن تشكيل طموح أولادنا وأطفال المسلمين ككل بييجي للأسف الشديد من الإعلام. بييجي من البيئات المحيطة. يعني هل صناعة الطموح اللي بتتم للولاد دول هل فقلا بيبقى مصدرها الوحي؟ مصدرها الكرآن؟ يعني هو ده السؤال يعني للأسف هتجد أن الطفل طموحاته استقاها منين؟ من الكرتون؟ من الأفلام؟ من المسلسلات؟ من البيئة المحيطة به؟ من والد ووالدة وأصحاب وأقارب؟ هو من البيئة دي؟ إنما مسألة أنه هو الطموح بتاعه ده يكون مصدره الوحي؟ أو يستقيمني الوحي؟ لا للأسف الشديد إحنا لا نجد أن الطفل مصدر الطموح بتاعه الوحي ولذلك بقى إحنا بنتكلم في أطفالنا والكرآن عن مسألة إيه؟ عن مسألة إن إحنا إزاي ولدنا محتاجين الكرآن؟ وقديهم محتاجين الكرآن تمام؟ علشان كده بنقول لو لم يكن من فوائد وبركات وأهمية الكرآن بالنسبة لأطفالنا إلا أنه هو هيكون المصدر اللي هم هيستقوا منه الطموح ده كفاه المصدر اللي يستقوا منه الطموح يبقى ابنك طموحه إنه يكون زي سيدنا إبراهيم طموحه إنه يكون زي سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يكون طموحه إنه هو يكون من عباد الرحمن يكون من الأبرار يعني ما فيش حاجة هتصنع لنا طموح أولادنا على الصورة التي نحب ونريد كالكرآن الكرآن بيوريه الصور المذمومة دي وبينفروا منها وبيحذروا منها وبيقنعوا فعلا إنها نماذج ما ينبغيش إنه هو يتبناها وبيوريه الصور التي ينبغي أن يتبناها والطموح الذي ينبغي أن يعيش عليه فلذلك بقول لو لم يكن في تعليم أولادنا معاني الكرآن إلا قضية صناعة الطموح وفق ما يحبه الله ويرضاه لكفأ فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أنفسنا وتزكية أنفسنا وتزكية أبنائنا بالكرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر